الامر اول ما اشرنا اليه مرارا وتكرارا وقلناه في منطق فهم القرآن انه يمكن ان نأخذه يمكن ان نأخذه مقطعا او جملة من الآيات ونفهمها اعزائي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة جيد جدا مصداقها اين مصداقها في شأن نزولها ومصداقها تطبيقها معين ولكنها قاعدة عامة وليست قاعدة عامة نعم قاعدة عامة عزيزي قاعدة عامة مع انه لو نظرنا الى ما قبلها وما بعدها قد تكون هناك شواهد تطبقها الآية تطبق هذه القاعدة الآية على مصداق معين ولكنه ذكرنا مرارا وحدة المفهوم وتعدد المصداق عزيزي وهذا اصل عام اشرنا اليه ونلتزم به في القرآن الكريم ولكن بشرط ان لا يكون التطبيق الذي ذكره عندما نريد ان نفهم الآية يكون خلاف التطبيق اللي موجود اين في الآية المباركة لنفهم الآية بهذا الشكل وهذه هذا هو ديدن القرآن عزيزي ديدن القرآن اما يذكر التطبيق والمصداق ثم يذيله بالقاعدة واما يذكر القاعدة ثم يشير الى مصداق وتطبيق من تطبيقاته نشير الى كلا الموردين اعزائي في سورة اعزائي في سورة الحشرة في سورة الحشرة الاية سبعة من سورة الحشرة اعزائي قال تعالى التفي جيدا قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اي قاعدة عامة وخاصة ها كل كل استدلوا بها بانها قاعدة عامة ولكن صدر الآية تطبيق من تطبيقات القاعدة لان صدر الآية ما هو ما افاء الله على رسوله من اهل القرآن فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه اذا مسألة الفي مطروحة ولكنه ماذا ها ما اتاكم الرسول قاعدة عامة سواء في باب الفي او في غير باب الفي اعزائي هسا الان لتفتول جيدا يعني يشمل هذا يثبت حجية السن قوله فعلا اقول لا 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 لان القضية مرتبطة بالاموال فلهذا ما اتاكم الرسول سواء كان مصداقه الفي او غير ماذا او غير لا يحق لكم الاعتراض فهنا ذكرت التطبيق ثم ذيلت التطبيق بماذا ها بقاعدة مورد اخر اما محل الشاهد الان الآية المباركة ذكرت القاعدة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ثم ذكرت ماذا ها ذكرت المزدار وهذا ما اشار اليه سيد الطبطباء يقدس الله نفسه قال بانه اساسا اولا هذه قاعدة عامة وبعد ذلك ننتقل الى ماذا وبعد ذلك ننتقل الى التطبيق في الاية المباركة قالوا على هذا فقوله فالصالحات على ما سيأتي فهو فرع من فروع هذا الحكم المطلق وجزئي من جزئياته مستخرج منه من غير ان يتقيد به اطلاق ماذا اطلاق الصادر وهو قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضين وهناك شاهد اخر ايضا بنفس شكل يعني الاية ذكرت اولا الاطلاق ثم ذكرت ماذا ثم ذكرت التطبيق تعالوا معنا اعزائي الى النساء اثنين وثلاثين ايه اثنين وثلاثين من سورة النساء هو لطيفة هذه الاية بيودي ان الاعزة يلتفت اليها انظروا الاية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نقطة اول الصدر هذا قانون ماذا شنو قانون قرآن عام ماذا تفيد الاية بشكل اجمالي مو محل مو محل بحثنا عزان ماذا تفيد الاية الاية تفيد هذا المعنى بشكل واضح وصريح خلي ذهنك يا امي ما المحذور ان اتمنى ما يوجد عند الاخرين فيه محذور اجد علما عند الاخرين فاتمناه شن فاتمنى العلم عندي باشكال هذا اصلا هذا ممدوح له مذموم مولا ممدوح مولا اذا وجدت كمالات عند الاخرين ان تتمناه ماذا ولكن الاية ما تتكلم عن هاي الحالة تتكلم عن التمني المذموم للتمني ماذا الممدوح ما هو التمني الممدوح وهو ان الله اذا انعم عليك نعمة ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعطيك شن نعمة مماثلة بل افضل منها ممكن واضل واخرى لا ان تتمنى تلك النعمة الموجودة عنده يعني شن يعني الله يسلبها منه ويعطيها اياي والاية تشير الى هذا لان الاية قالت ولا تتمنوا ما فضل الله ذاك الذي فضل الله به بعضكم ذاك تريده يعني شن مولانا يعني ان تزال عنه ذلك الفضل وتلك النعمة وتعطى ماذا نعم انت تريد الاية المباركة قالت واسأل الله من فضله اذا تريد ان تأطلب من الله ان يعطيك مولانا ما في محذور في ذلك ولكن ان تطلب ماذا ان تطلب ما موجود عند الاخرين هذا هو الممنوع هذا هو المذموم ما اقدر واضح اعزائي ولهذا تجد جملة من المحققين في اهل اللغة مولانا عندما جاءوا بشكل واضح وصريح في المفردات قال عندنا ممدوح وعندنا ماذا ها مذموم تعالوا معنا الى المفردات صفحة سبعمية وتسعة وسبعين اعزائي سبعمية وتسعة وسبعين يقول والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وذلك على نحوين التفي جيدا وذلك قد يكون عن تخمين وضن ويكون عن روية وبناء على اصل صاحب المفردات يقول لا التفتوا جيدا التمني على نوعين تمني ممدوح وتمني ماذا مذموم قد نقول الممدوح ان تعطى مثل ما يعطى الاخرون والمذموم ان يسلب ويعطى لك وقد لا تارة تمني وانت تهيئ مقدمات حصول ذلك المتمنى هذا الممدوح واخرى لا تريد ان تجلس بالبيت بلا درس ان تكون اجل عالم هذا هو اجل المدوح صاحب المفردات يشير الى الثاني يقول تارة يكون عن تخمين وضن وثالث يكون عن روية وبناء على اصل الله يعني انت تهيئ المقدمات وتطلب من الله ان يعطيك واخرى ماذا لا انا مارد اسعى ولكن الله قد يعطيني لا لا ليس الامر كذلك هذا ممدوح او مذموم اعقل وتوكل ما ادري واضح صار هذا المعنى ولهذا جملة من المفسرين قالوا التمني هنا الذي ماله الى الحسد تعالوا معنا عزاء تعالوا معنا الى التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم عبد الحميد محمود طهماز دار القلم دمشق عزائي هناك في ذيل هذه الاية المباركة انظروا ماذا يقول التفتوا جيدا يقول ولا تتمنوا صفحة 165 في ذيل الاية اي لا يحسد بعضكم بعضا من اين جاء الحسد ها قال فالحسد ان يتمنى الحاسد زوال النعمة عن اخيه وتتحول اليه فعلى الانسان ان يرضى اصلا الاية ماذا تتكلم عن الحسد من اين جاء هذا المطلب الجواب لانه فهم من الاية يعني ان تزيل النعمة منه وتعطيني ماذا اياه نعم اذا انت تريد نعمة اطلب ممن واسألوا الله من فضله هذا مورد اعزائي اخوة استطيعون مراجعته المورد الثاني في تسنيم اعزائي سيد شيخ جوادي شيخ نرستاذ في ذيل هذه الاية المباركة مجلد 18 صفحة 489 اعزائي التفجيه يقول ان هناك نعم اعزائي لا ينبغي للانسان ان يتمنى ما عنده خدا فند سبحان استمنى عين هم فضلك بديقران داد اس بازم دارات ان تريد ماذا ذلك عينه عينه وعينه ما هو يعني يعني ان تزيله وان يزال من ذاك ويعطى لك اذا بعضكم من بعض الى اخره همعي نعمتها نزد خدا اذا واسألوا الله من فضله اذا الاية المباركة خلوا ذهنكم يا اذا الاية المباركة جا تشير خلوا ذهنكم شنو ماذا قالت الاية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تكوينيا كان او غير تكويني اخلاقيا كان دينيا كان اجتماعيا كان لا معنى لان تتمنى ما اعطي الاخر هس اما بجهده وانت تريد ذلك بلا جهد وانما تريد زواله وانت كذا وكذا ليس كذلك فاذا هذا المقطع عام له خاص اعزائي ما فضل الله مو فقط تكوين لعله فضله ماذا شنو تشريع يا اعزائي ممكن او غير ممكن نعم ولا شنو المحدود الله ها فضل العلماء على غير العلماء ها والذين اوتوا العلماء درجة له درجة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلماء درجة يعني الذين امنوا من غير علمين درجة والذين امنوا مع العلم ماذا درجة درجة او دماء مداد العلماء افضل من دمائي هنا تفضيل يوجد ولا يوجد تفضيل نعم يوجد تفضيل يوجد تفضيل ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة واكثر تفضيلة اليس كذلك ها فسألان انت تتمنى الله يعطيك درجات العالم ولكن من غير شنو ها من غير جهد ممكن او غير ممكن من غير تهيئة المقدمات لا يمكن او ازل عنه وماذا اعطيني هذا مذنون فاذا الاية المباركة في صدرها ما هو شنو مطلقة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم طبقت الاية من مصاديق هذا شنو ها من مصاديق شنو للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هذا المقطع الثاني تطبيق لاي شيء تطبيق للكبرى وليس منحصر بالذكور والاناء الذكور الذكور كذلك يعني ذكر مع ذكر انثى مع انثى يطبق عليه الاصل كل يو لا ينطبق هو ينطبق ايضا ولا تتمنى وفضل ما فضل الله بعضكم على بعض يعني هذا الذي الان ذكرته في الاية في المقطع الثاني للرجال وللنساء يعني منحصر هذا له له مصاديق اخرى من الواضح له مصاديق اخرى يعني اذا انت تتمنى ذكر وتتمنى ما عند ذكر اخر جاهل وتتمنى ما عند العالم ولكن كلاكما رجل كلاكما مذكر هو الانثى كذلك اذا ما ذكر في المقطع الثاني ها يقيد الاطلاق او لا يقيد الاطلاق ها لا يقيد الاطلاق تبقى الاية على عمومها وكبرويتها واصل كلي وما ذكر في المقطع الثاني شي يكون مولانا ها بيان مصداق من مصاديقها ومن مصاديقها لان مرد روح مكان بعيد ومن مصاديقها شنو مولانا الذكر مع الذكر الانثى مع الانثى ومن مصاديقها الانثى مع الانثى واضح صار عزائي اذا ذكر مصاديق في الاية يقيد اطلاق وعموم الاية او لا يقيد مولان ها هذا اصل كلي من من اهم قواعد فهم النصل قرآني لانه جملة من الاعلام بمجرد ان يجدون التطبيق يقيدون ماذا ها ها يقيدون اطلاق مع انها ابدا هذه مقرنة هذه هذا بيان المصداق على سبيل المثال لو فرضوا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا هسا افترضوا ان هذه الاية اين نازل كما هي نازل مولان اسألوا من عزائي ها علماء اهل الكتاب فاسألوا لأنه ايضا من اهل الذكر وشواهد الايات تشيروا الى انها ماذا ذلك هو يقيد هذا اطلاق اهل الذكر او لا يقيد لا عزيزي هذا بيان لمصداق من مصاديقي اهل الذكر في الاية وللااية مصاديق ماذا مصاديق اخرى مولانا ولكن هناك نقطة اخرى في الاية اللي تنفعنا في لبحث الامس وهو ماذا وهو ان الاية قال ما فضل الله به بعضكم هذا بعضكم ما هو مراده ها ذكور فقط ها لا بعضكم يعني بعض الذكور على الاناث بعض الاناث على الذكور بعض الذكور على الذكور بعض الاناث على الاناث بقرينة ماذا سيدنا بقرينة للرجال نصيبوا مما اكتسبوا ولا النساء نصيبوا مما اكتسبوا اذا هنا القرآن الكريم استعمل بعضكم يريد به المذكر او الاعمى عزيزي ها يريد الاعمى وهذا شاهد اخرهم يثبت ما تقدم قلنا بالامس عندما قالت الاية بما فضل الله بعضكم على بعضين ليس بمعنى بما فضل الذكور على الاناث بل بما فضل بعض الذكور على بعض الاناث وبما فضل بعض الاناث على بعض الذكور وبما فضل بعض الاناث على بعض الاناث وبما فضل بعض الذكور على بعض الذكور كلها مجمولة لهذه الايات واضح صارى عزيزي هذا تمام الكلام